تحياتي مسيرة عثمان دمبلي في برشلونة قاربت أكثر من أي وقت مضى على النهاية فلو ما صارت معجزة وحسب الأخبار الكتالونية اللعب ما يلي كثير للخروج ورفض العقد اللي بيقدموا برشلونة شبه مؤكد ممكن يرحل في آخر الأيام في الشتاء أو بالصيف مجاناً لو رحل بالشتاء حيكون رحيله مقابل مبلغ رمزي القصة زي ما بنعرفها برشلونة عرض على دمبلي تجديد العقد ويخليه يلاعب مركزي بالفريق مقابل تخفيض جزء من راتبه دمبلي رده أو رده غير المباشر عشان أكون دقيق كان أنا بدي أجدد العقد بس بذتكم تزيدولي راتبي مش تخفضوا قدرات برشلونة المالية ما بتسمح وبالتالي الموضوع رايح للنهاية وكأنه بتلك اللحظة دمبلي بيقول للابورتا مش أنت قلت عني أحسن من إمبابي اتفعلي زي إمبابي على كل حال إذا ما صارت معجزة زي ما حكيت دمبلي خارج برشلونة في حلقة اليوم رح نحكي عن ثلاث شغلات بوهنة شو عمل دمبلي مع برشلونة حتى الآن؟ ليش ما أعطى أحسن ما يمكن ومش بس الإصابات والشي الثالث؟ شو لازم يعمل دمبلي وشو لازم يعمل برشلونة؟ بعد هذا الطلاق المتوقع حندخل بالثلاث محاور بعد ما ستركوا لايك وتشتركوا بالقناة لو سمحتوا نبدأ بمستوى مع برشلونة قضى دمبلي أربع مواسم ونصف أمن الذكر جميعنا اللي صار ماريسان جيرمن فزح عقد نيمار الإعلام الكتالوني نجل الجماهير في السوشال ميديار تعبت خافت برطوميو أيضا وصلوا الخوف وتوتر قال لك أي شي بدي أسكت الناس ولما رأى على بروسيا دورتموند خارج تصريح شهير من أحد إدارية دورتموند قال برشلونة معاه فلوس كثير فياريت يدفع كثير بعثمان دمبلي أمن الذكر دمبلي اتمرد ما تدرب ورغم كل ذلك صمت دورتموند وأخذ 140 مليون يورو من برشلونة ومش بس هون لما إيجا دمبلي على برشلونة دفعوا له 12 مليون يورو حسب فوتبول ليكس كراتب وأيضا في مكافآت سهلة معظمها ممكن توصل راتبه السنوي 20 مليون يورو وهذا السر في أن برشلونة مصر يعيد تجديد العقد ويخلص من الإضافات هذه سهلة التحقيق يعني لو بدنا نكون منطقيين دمبلي على بعضه من أول ما إيجا لليوم كلف برشلونة ما يزيد عن ربع مليار يورو ما بين رواتب وقيمة صفقة وأيضا عمولات ما بدنا ننسى لما تعاقدوا معه شو حصل برشلونة مقابل الربع مليون يورو هذه؟ هنحكيهم موسم 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 2017-2018 البداية كانت ممتازة صنع هدف في أول لقاء له ضد إسبانيول ثم ساهم بالفوز الكبير تعبر شلونة على اليوفي بدور المجموعات ثلاث أهداف مقابل لا شيء بس في المباراة الثالثة جميعنا منذكر شو صار؟ انصاب عثمان دملي كانت ضد ختابي وبعد 29 دقيقة فقط بيخرج بإصابة عضلية المفاجأة أن هذه الإصابة العضلية بعادته أكثر من اللازم وعلى إثرها غاب 20 مباراة دون توضيح للتفاصيل من إدارة النادي وقتها رجع من الإصابة بعد غياب شهوره وأول ما رجع ما كملش الشهر ورجع غاب أيضا تقريبا لمدة شهر ونصف لشهرين فالموسم الأول دملي قضى في العيادة عشان هيك سجل ثلاث أهداف صنع تسعة ولعب بس في 24 مباراة موسم متواضع كان له ممكن فيه لحظة مهمة اللي هي أمام تشلسي في دوري أبطال أوروبا فوز فيها فريقه روح على الموسم اللي بعده موسم 2018 2019 هذا الموسم كان فيه دملي الأفضل خلينا نحكي شارك فترة طويلة 42 مباراة سجل 14 هدف صنع ثمانية رغم أنه كان موجود لويس سواريز وميسي إضافة مهمة جدا سجل في أول ثلاث مباريات من أول أربع مباريات في انطلاق الدوري وسجل فيه كأس السوبر ضد إشميليا وكان أساس الفوز 3-0 على ريال مدريد بالكأس منذكر صنع هدفين في ذلك اللقاء بالإضافة لهدف لا ينسى في الوقت بدل الضائع سجلوا مع ثلاث كوماندريد في بطولة الدوري موسم جيد إلو رقميا موسم جيد إلو بالحضور موسم جيد إلو بالمساهمات المهمة لكن مشكلته بذلك الموسم أنه علقت في ذاكرة المشجعين لقطة ملهاش علاقة بالحسم أمام مرمى ليفربول مباراة 3-0 إذا جاب الرابع برشلونة حينهي ليفربول بالكامبلو ولكن ضيحها وفي الإياب لما خسر برشلونة بأوروباعية في أنفلد برمونتادة ليفربول الشهيرة اذكروا الناس تلك الفرصة فكانت ضربة لانطباع الناس عن موسم ديمبلي 2018-2019 اللي هو الموسم الجيد اللي كان المفروض ديمبلي قدمه كل موسم موسم 2019-2020 كان مختلف تماما موسم الانحدار اللامتناهي لهذا اللعب لعب 9 مباريات بس سجل هدف وانطرد مرة وللعلم المباراة اللي سجل فيها كانت ضد إشبيليا هي اللي انطرد فيها غاب 37 مباراة بالإصابات الناس بتلعب أجلش 40 هو غاب 37 ديمبلي في ذلك الموسم طلعت إشاعات إنه بيسهر عن اتفليكس ومدمن بلاي ستيشن وبتأخر على التدريبات في ديمبلي في تلك الفترة أصبح عنصر منبوذ إعلاميا لازم ما ننسى ذلك الموسم من أسوأ مواسم ديمبلي بس في موسم 2021 صار تغيير مهم في برشلونة لويس سوريز خرج بدوره عن مهاجم جانب ليونيل ميسي كومن المدرب حاول يجرب خطة زي 352 أو 532 ووضع ديمبلي في أماكن قريبة للمرمى تقريبا في كثير مباريات كان مهاجم عشان هيك سجل 11 هدف وصنع 5 ونعب 44 مباراة في ذلك الموسم غاب ديمبلي بس عن 4 مباريات كان ديمبلي أساسي موجود في برشلونة لكن لأنه منحوص منحوص في ذلك الموسم أيضا بتتذكر الناس الفرصة السهلة اللي ضيحها أمام سان جيرمان رقميا بقدر أحكي من كل مواسم ديمبلي قدم موسم لعب ممتاز موسم لعب جيد موسمين ما كانش موجود يعني بالمجمل صعب تجي تقول ناجح هو صفقة مقارنة باللي اندفع فيه فاشلة بلا نقاش بس فيه موسم وموسم آخر كانوا مقبولين واللي بزيدني أقول انه صفقته كانت فاشلة انه احنا بنعرف قدراته أكبر من اللي أعطى لكن شو اللي منعه يوصل لذلك المستوى المتوقع منه شو اللي ما خلاه يكون صفقة 100% ناجحة لبرشلونة أول سبب بلا نقاش وبدهاش فلسفة مني هي الإصابات غاب عن 104 مباريات غاب عن أكثر من 700 يوم يعني غاب سنتين من أصل أربعة موجود فيهم في برشلونة حرفيا طبق مع برشلونة مبدأ يوم ليك ويوم للمستشفى لكن في سبب آخر مهم ساهم بتعطيل مسيرة ديمبلي لما جاءوا فيه صوروا الإعلام صورتوا الإدارة صوروا الجمهور أنه نيمار ودمبلي ليس نيمار ديمبلي ما بيقدر يلعب نفس دور نيمار في الملعب لا من حيث القيادة ولا من حيث المهارة ديمبلي ليس قائد أوركسترا ديمبلي عازف جيد في الأوركسترا نيمار قائد بمشي بروح لحاله ديمبلي حاول يكون نيمار وهو ليس هذا اللاعب فأصبحنا نسمع عنه الآن مش لاعب تكتيكي لاعب فردي بلا فائدة لأنه بحاول يلعب دور غير دوره ديمبلي لازم يكون جزء بمنظومة مسنن في مكينة بحرك الأمور وبصنع الكرة اللي بتجي له حسب دور أكبر منه ما يكون هو الدور هو جزء من هذا الدور اللي بينفذه طبعا بجانب أنه كان منحوس كل فرصة بضيحها بتصير منتادة أو مصيبة في يومها فيه سبب آخر مهم ديمبلي من أول ما إيجا ما ثبت على مركز ولا على اسلوب حوله ولا حتى على عبين حوله الموسم الأول لما إيجا كانت فالفيردي مسيطرة عليه أربعة أربعة أثنين كان يحط ديمبلي يمين ويطالبه بواجبات دفاعية للخلف هذا الشي كان يبعد ديمبلي عن المناطق اللي هو فعال فيها كان يخليه يحس أنه مش هذا أنا مش هذا مكاني وبالتالي أثر عليه كان يمين في الموسم الأول في الموسم الثاني لعب جناح أيسر 17 مباراة و10 جناح عيما نقلوا على اليسار وبالموسم الثاني صارت فيه مشكلة أخرى مين مننا اللاعب على الجناح الأيسر هو ولا كوتينيو لأنه أيضا في الموسم الثاني رفضوا أنه كوتينيو يكون ثالث لاعبي خط الوسط فصار ينافس ديمبلي على الجناح الأيسر لأنه الأيمن محجوز لميسي والمهاجم كان الويسواريز وحتى لما كان يلعب يسار كانت مشكلته أنه ميسي على اليمين طبعا هنا مساحة كلها إله ولما بده يربط على اليسار عم بيربط مع قلبه فكان دور ديمبلي يدخل أكثر في العمق فمش مكانه مش مساحته فأيضا هنا كان فيه خلل في استغلال ديمبلي إذن ثلاث أسباب آذت مسيرة ديمبلي في برشلونة الإصابات الكثيرة عدم الثبات بالتوظيف التكتيكي تابعه وتوظيفه وتصويره على أنه نيمار وتصديقه هذه الحقيقة وهو مش نيمار أبدا طيب شو الآن؟ أنا أول شي ضد اللي قاعد بسمعه من الإعلام الكتالوني أسالي بالعنترهاي سيربوه على دكة الجماهير لن يرى الملعب أبدا ما لاش يشوفه خمس ست شهور وطالع الزلمية لكن اللي عنده مشكلة مالية هو برشلونة مش ديمبلي ديمبلي ماخذ راتبه فوق هو قاعد يعني اللي عنده مشكلة مالية وبتفرق معاه المليون ومليونين وقاعد بيجدد لأم تيتي عشان ينزلي شوي ويسجل فلان هو برشلونة تيجي تاخدلي موقف عنتري فيه ستة سبعة مليون يورو لاعب راتبه اتناعش على الأقل تيجي تقوله والله بديش إياك تلعب ست شهور افرض قللك أنا موافق بديش ألعب انت تفكره انه حيطلق غصبا عنه ما رح يطلق غصبا عنه هقولك الموافق قاعدني والله مريح الزلم متجوز جديد أو حلو والله عندنا مننتعرف أنا وزوجتي يعني مش سهل الموضوع يعني مش منطقي الموضوع يعني غلط اللي ده فكر لابورتا يفكر بهاي الطريقة هاي مش 2004 عندك مشاكل مالية حلها إضافة لاشي آخر ماخر كثير لعيب مجانا السنة الماضية غارسيا وديباي وأكويرو ما فيهم واحد رموه على دكة الجماهير لأنه رافض جديد عقده ثانيا انت لسه عندك توريس بده ينسجم ولسه فاته بده يرجع من الإصابة استخدمه عندك دوري أوروبي استخدمه بس فيه دكة عدد لعندما هدول اللعيب تصير ضامنهم 100% من سجمين خليه شي للضغط الإعلامي عن توريس خليه شي للضغط عن فاته وعودته شوي هو اللي حيظل التسليط تضوء عليه طبعا لو خرج بالشتاء أو بالصيف البديل تبعه لازم ما يكون جناح برشلونة بيقدر يدبر حاله بالأجنحة عنده توريس عنده فاتي عنده الزلزولي بيلاعب قافي بيدبر حاله هالفترة هاي برشلونة محتاج هداف محتاج واحد يجيب قوال الآن مش يصنع محتاج واحد يسجل أهداف فلو خرج لازم يجي بديله لاعب بيجيب قوال طبعا بطريقهم هم بيجيبوه يحاولوا يطلعوا برايت وايت ويطلعوا لوك دي يونغ ويصير الفريق يعني برشلونة والحلو في الموضوع انك مش هتحتاج كثير لطعويض ديمبلي لانه اساسا يوم موجود ويوم لا اما بخصوص عثمان ديمبلي لازم يروع على فريق ما يعامله انه بطل ما يعامله انه المنقذ يعامله انه لاعب كويس في ارض الملعب حطوا اساس الضغط ولكده بروح مصاب حطوا اساس النجومية بمقعد يعقد الامور اللاعب مفيد ضمن منظومة مفيدة حيكون مفيد سمحت له يكون هو المركز ما حيكون مفيد وبالتالي علي يدور على فريق يجيب ديمبلي كاضافة مش كموقض ببساطة نوصل هنا لها تهي الحلقة مذكركم تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى